السلام عليكم ورحمة الله أهرمنا سهلا بكم أنا محمد رجدي في الفيديو اللي فاتح احنا عملنا إنستوليشن لل ESXi هاوست وفي الفيديو ده ان شاء الله هناخد جولة في ال ESXi انترفيس هناخد فكرة عن الكونفريجيشن اللي موجود فيه استعداداً لإنحنا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هننشئ أول Virtual Machine الموضوعات الديمد دي اللي خلصت قبل كده وإحنا موضوعنا هو Explore ESXi Configuration خلينا الأول قبل ما نروح للإنترفيس ناخد فكرة كده عن الطرق اللي إحنا نقدر من خلالها إن إحنا نتحكم في ال ESXi هاوست وطبعاً مش كلهم زي بعض يعني كل واحد فيهم لدور معين الإنترفيس الرئيسي اللي بشكل يومي حضرتك بتستخدمه علشان تدير الـ SXi هاوست هو الـ Web Console هو ليه Graphical User Interface يعني ويب اسمه V-Sphere Web Client فلما نقول الـ V-Sphere Web Client اللي هو الـ Web Console اللي بنخلاله بندير الـ Host وكمان نقدر نتحكم فيه بشكل يومي الـ DCUI أخدنا عنه فكرة قبل كده اللي هو الـ Direct Console شوفناه في الفيديو اللي فات فيه كمان الـ Direct Shell الـ Shell هي Command Line Console من خلاله بنكتب كماندات هنبقى يعني يمي يكون في فرصة هنشوفه إن شاء الله بنتحكم فيها ودي Direct ده Direct Shell يعني لما بفتح لو ما بكون واصل بالـ الـ Host عن طريق الـ DCUI أقدر أفتح الـ Shell وأكتب Directly على الـ Host نفس الـ Shell في منها Remote Remote Shell عن طريق الـ SSH Protocol من خلالها بنقدر نتحكم بالـ SXI Host من خلالها بنقدر نتحكم بالـ SXI Host من خلال الـ SSH Protocol وفيه كمان الـ PowerCLI الـ PowerCLI هو الـ PowerShell اللي عارف الـ PowerShell من مايكروسوفت فهو إنترفيس أو يعني موديولز أو يعني موديولز الـ PowerShell من مايكروسوفت وفيه زيادة عليها موديولز من من VMware علشان نقدر نتحكم في الـ V-Sphere Environment نقدر نعمل بقى سكريبت وكماندات ونقدر نعمل نستخرج نننستخدم ريبورتات معقدة شوية من الـ V-Sphere Environment وما أدرش أن أنا مثلا ناخدها من الـ Web Interface فأخدها عن طريق الـ PowerCLI فهو الـ PowerCLI هو اسم الـ Package اللي بعمل لها داونلود من VMware من ويبسايت VMware من ويبسايت VMware في نفس المكان تقريباً اللي عملنا منه قبل كده داونلود للـ SXI image الـ ISO image والـ V-Center image فيه Package اسمها PowerCLI بنعمل لها إنستيليشن عندنا بس بالأساس إن أنا لازم يكون عندي طبعاً PowerShell وبا دفولت كل الـ Windows operating systems دلاتي عليها PowerShell enabled با دفولت أوكي خلونا نروح دائريكلي على الـ الـ أوكي نفتح ويبراوزر كل الـ أو التلاتة الرئيسيين يعني Chrome Internet Explorer Firefox بالنسبة للـ الـ الـ ESXi أو في الفي سفير عموماً احنا في عندنا تو تايبس يعني هو نوعين من الـ الـ فيه الـ وده الـ الـ التلاتة الرئيسي وفيه انترفيس تاني يعتبر جديد هو لسه تحت التجربة يعني وتحت الـ التجربة يعني تحت الـ HTML5 بالنسبة للـ هو طبعاً الـ ونشوف في الحلقات الجانية إن شاء الله الـ لتو تايبس أو تايبس واحد باسد على الـ وفيه واحد تاني قيد التجربة باسد على HTML طيب بالنسبة لموضوعنا النهاردة بالنسبة للـ الـ 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 الخاص بي باسد على HTML5 مافيش منه Adobe يعني هو لسه فيه شوية باكز لكن لا بأس بي يعني كل ما بتتطور مجموعة باكز مجموعة المتعامة انجمة لا يستطيع حتاً لا يستطيع التجربة من الـ HTML با دفولت ليس لان الكروم وحش بس ان يمكن انا اللي عندي في الانفيرومنت حاجة بالنسبة للكروم هناك فبقى افضل ان انا استخدم الانفيرومنت في 98% من شغلي على الفي سفير انفيرومنت ويعني 2 او 3% من الوقت كله باستخدم الفاير فوكس في حاجات معينة لو بعمل ابلود لباكتج او حاجة ويعني موضوع سرتفكتس وقصة كده من انجيلها ميه لوقتها وغالبا في الفيديو الجاي هنتعرض منبقى نتكلم فيها بشيء من التفصيل طيب انا فتحت البراوزر اهنا انا هكتب الIP Address الخاص بالسيرفر ويفضل ان انا هكتب HTTPS الاول عشان يعني الIP مايروحش في اي مايروحش في اي مايروحش اي مايروحش في اي مايروحش اي مايروحش ان اتايق غاط HTTPS اوكي هو 10101.10.100 اوكي ممكن لان انا يعني عملت قبلها ممكن يطلع لك الاول الهوحش وكده عادي بتعمل بروسيد عليه اوكي 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 نضيفها طبعاً يعني ميسج فاضيه بس نضيفها الحمد لله ربنا هدا انه دي من المشاكل اللي في ال HTML انترفيس لكن يعني مش بالضرور ان هي بتحصل ممكن في لو فيه سيرفس عملنا لها restart على ال A6I host عادي بطوز بوت شوي أضاف التوردي اضافة الدفاع ايتي هي بيانات عن السيرفر اضافة الداخلенная اضافة الدخلية اضافة الداخلية الهوز التي كانت تشغيل على الهوز في اليمين هنا واضح هنا بيبين لنا الاستهلاك هنا الاستهلاك من السي بيو والاستهلاك من الرام وهنا بيبين لنا توتل الرام والاستهلاك كمان من الستوريج لا تلاحظوا هنا الستوريج كام حوالي 500 ميجا لو تفتكروا الانستوليشن درايف كان 8 جيجا اخذ منه زي ما كنت بحكي لكم اخذ منه 7 جيجا ونص واللي ببقى 500 جيجا عمل بهم الهوز الهوز ما يساوي مثلا الهوز ترايف اللي بناستور عليه الهوز طيب هلين ننزد دي شوية ما تعكسنا او خليها طيب هنا ده السمري في شوية معلومات عن الهوز هنلاقينا مثلا الهوز المصنع اللي هو الهاردوير فندور يعني الهاردوير براند فيموير انكوربريشن طبعا لان انا هنا في لاب بالنسبة لل اسكس ايضا لان هو معامل الانستوليشن على اسكس اي تاني مباشرة هنلاقينا مثلا الهاردوير فيموير طبعا لو هو انستولت مباشرة على السيرفر يعني فهيكتب هنا بقى مثلا الهوز اي با اي با ام اي ما يكون وهيكتب كمان بالنسبة لك انت الموديل هيكتب مثلا الهو اتش بي هكتب ProLiant DL 380 مثلا يعني والجن بالنسبة للسي بيو تفاصيله اربعة سي بيو وانتل زيون ومواصفاته كله خلاص لو عملنا اكسبان شوية للسي بيو هنلاقي هنا لوجيكال بروسيسور طبعا دا اوكي الهايبر ثريدينج عندي هنا انا هبقى هبقى عمل لها انايبل طبعا لو انا عندي هنا الهايبر ثريدينج هيبقى اللوجيكال كورز هتبقى هتبقى تمانية اوكي في السيرفرات الفيزيكال يعني بيكون الهايبر ثريدينج بيكون انايبل فهده هتكون الميموري الفيرتوال كاش دي كاش اضافية بتضاف على الهوست مش موضوعنا ومن الندر ان ما حد بيستخدم الفيرتوال كاش اوكي النيتوكينج دا الهوست نيم وهو الهوست نيم على الديفولت بعد الانستوليشن فاسمه لوكال هوست و الوكال دومين اللي جوا اسمه لوكال دومين ف الوكال هوست. لوكال دومين الكلام دا هنغيره في المراحل متقدما من الكورس هنغير الكلام دا قريب يعني مش بعيد يمكن الفيديو اللي بعد اللي جاي هنغير الكلام دا علشان نضبط الوكال على اننا فعلا في شركة و عندنا سيستم منظم و الدنيا و الوكال يعني مالوش الوزوم يعني اللي مالوش الوزوم نعمله الديين اس كان بنسبة للستوريتش او فالستوريتش شايف ان احنا في عندنا بنسبة للأدابتورس اللي هو الستوريتش هو شايف ان فيه ثلاثة و الداتا ستور الداتا ستور احنا في فيديو ان شاء الله بنتكلم فيه تفاصيل اكتر شوية عن الستوريتش الاتا ستور اللي هو نقدر نقول عليه الفوليوم او البرتشن اللي بيخزن عليه الدياتا اوكي الكباسيتي دي هي مكتوب فورد هنا يعني 512 جيجا بايت اوكي والفري منه نرجع الوارا شوية هنلاقي هنا الجزء اللي علمين الكونفيجرات بتكندي الامرج اللي معمول منها الانستوليشن هل الهاي افيلباليتي ستيت انابل دول بعدين ان شاء الله هنعرف يعني بعد كده يعني في موشن خلاص السيستم انفرميشن الديت والتايم الهوست طبعا الديت والتايم لازم نصبوتها خصوصا لما يبقى عندنا انفيرومنت كبيرة لازم طبعا بيكون مصبوت لان في بعض الكونفيجرات ممكن الفيرت والمشين تاخد التايم بتاعها من هنا من الهوست فلو هنا في مشكلة مهما انت تغير في الفيرت والمشين يعني تغير التايم هيرجع ثاني يقرأ نفس البيانات دي نعم بايوس ده 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 ؟ نعمل ده ده نعمل ايضاً موضوعات ونحن نضيفه موضوع موضوع السياسة ونضيفه ونضيفه الجزء على الشمال ونضيفه ستجد الموضوع ونضيفه ونضيفه سوف نضيفه ونضيفه اه فالفيرتو ماشين 0، الستوريج 1، ايه هنا المقصود بالرقم اللي بتكتب جنب استوريج؟ عادة الدياتا ستوريز اللي الهوست شايفها سواء لوكل استوريج او ريموت استوريج هنعرف تفاصيل اكتر عن الستوريج في فيديو وبعدين النيتوركينج، النيتورك كمان ان شاء الله ليه فيديو في تفاصيل دقيقة يعني هناخد فكرة سريعة عنها دلوقتي دي النيتوركس اللي مربوطة بالهوست هنفهم يعني اين النيتوركس مش مفهوم فيزيكال ولا لوجيكال الاتنين يعني رقمتين ده مش موصول دي كروت نتورك ده لوجيكال نتوركس مانج مانيتور، طيب خلينا نبتدي بايه؟ خلينا نبتدي مثلا بمانج هنلاحظ ايه اللي موجود عندنا هنا؟ أوكي ماشي معزلة ان نعمل زوم بسيط عشان نقرب شوية عشان لو حد كمان نظر وضعيف ولا حاجة يبقى شايف معاي أوكي طيب تحت دوسنا هنا في الشمال على مانج تحت النافيجيتور على مانج عشان ندير السيرفر حنا بقى الـ Settings في عندنا مجموعة Tabs رئيسية System, Hardware, Licensing, Packages وما الى اخر System في حاجة اسمها Advanced Settings Advanced Settings دي مجموعة Parameters Advanced Parameters بنضربنا لن edit values معينة بس طبعا ده يعني دي الظروف معينة طبقا للانفيرومنت اللي عندك ومتطلبات البيئة اللي عندك وشركتك ممكن ان في بعض الـ values هنا وبعض الارقام بنحتاج ان احنا نعدلها اوكي فدي طبعا ليها طبعا قايد او بنرجع مثلا المايكروسوئل عفوا الـ VMware Knowledge Base بنحتاج بعض ساعة نحنا نغير values او حاجات زي كده تمام ندوس edit عليها وبنعدل بنعدل القيم يعني شبيهة شوية بالـ Registry بتاعت الـ Windows شوية اوكي اوكي الـ Auto Start ايه هو الـ Auto Start اوكي الـ Auto Start هنا علشان الـ Auto Start Up للـ Virtual Machines ان الـ Host الـ Host ده ستاندالون اوكي اوكي انا هعمل الـ Host Shutdown هو مش في عليه Virtual Machines هتكون شغالة طبعا ايه اللي هيحصل معها ايه ما هيكون موقفة الـ Virtual Machines دي هيتعمل لها ديرتي باورينج أوف وكأنني سحبت منها كابل الباور مسلا يعني فطبعا ده ممكن يضرب الـ Operating System اوكي فبدل ما انا احتاج ان انا ادخل لو ان انا مضطر يعني ان انا اطفل الـ Operating الـ SXI اوكي لـ For Maintenance مثلا يعني مش محتاج ان انا اروح اطفل الـ Virtual Machines واحدة واحدة لأ انا هنا من الـ Auto Start هزبط الـ SETTINGS هنا هقول له آه يس انابل الـ Auto Start تكون انابل واقول له بقى الـ Stop Delay ده اللي هو الـ Shutdown ده الفرق اللي ما بين كل الـ Virtual Machines والتاني انا عندي مثلا تلاتة Virtual Machines فلما تيجي تعمل الـ Shutdown ما بين كل الـ Virtual Machines والتاني ادي كوماند 120 ثانية ان الـ Virtual Machines تطفي يعني الاولانية تطفد بعد 120 ثانية يا ESXI ادي كوماند للـ Virtual Machines بعدها انها تطفي اوكي طيب الـ Stop Action Power Off ده كده ديرتي powering off وكأني دست على زر الـ Power وفضلت عمي عليه هولد او ان انا سحبت كابل الـ Power من الـ Virtual Machines يعني فهنا سيلكشنز بقى هل هل يعمل ساسبيند الـ Virtual Machines هنعرف يعني ايه ساسبيندين بعدين ولا يعمل الـ Shutdown ده الـ Safe Shutdown يعني حيدي كوماند مثلا لو هي Windows Virtual Machines حيدي كوماند للـ Windows انه يعمل Safe Shutdown وبعد ما كل الـ Virtual Machines تعمل Shutdown ساسبلي الـ SXI شخصيا بقى يطفي الـ Start الـ Delay ده العكس انا خلاص انا طفيت الـ Host وجده اشغاله بعد ما شغلت الـ Host انا مش محتاج ان انا manual بـ ED بقى ادخل Virtual Machines واحدة واحدة اشغالها لا هو ممكن automatic يعمل automatic starting up لكل Virtual Machines طيب الـ Swap File ده حاجة اليها علاقة بالـ Memory بدي أدغانست شوية لكن يعني بنسمها دائما على الـ Default الـ Time & Date طبعا ده مهم الـ Time & Date ستنجز خلاص في عندنا هول وقت يستحسن طبعا ان لو عندي NTP سيرفر يستحسن طبعا ان كل الـ SXI hosts اللي عندي تكون configured مع NTP host هنا عمل القصة دي بس مع الـ V-Center سيرفر طيب هاردوير الـ PCI devices اللي ركب على السيرفر دي كل الـ PCI devices دي كل الـ PCI devices أي PCI devices بـ Crute Network وكل حاجة ركبة ده انفنتوري خلاص الـ Power Management دي لدي علاقة يعني شبيهة شوية بالـ Power Management طبعا معظم السيرفرات الليها Power Management بتعمل من الـ BIOS انه يحدد كمية الطاقة اللي بيستهلكها الـ Host وعلى أساس طبعا الـ Performance يعني فالـ Performance واستهلك الطاقة بيتناسبوا عكسيا كل ما كان performance السيرفر أعلى كل ما كان استهلك الكهرباء أو عفوا عفوا تناسب طردي عفوا كل ما كان استهلك performance السيرفر أعلى كل ما كان استهلك الكهرباء كمان أعلى فمن هنا بيقدر نزبط settings زي دي هو متساب balanced بس أنا في رأيي يعني طالما أنا يعني ما بحسش بصراحة انها مؤثر قوي فانعملها على هاي performance أو أسيبها على الـ default مش مشكلة لما أبتدي أحس أني فيه مشاكل يعني لما يعدد الـ virtual machine يكبر وكباسيتي السيرفر تستحمل بس أنا محتاج أعدلها بوست من هنا يعني خلاص أعدل دي مفيش فيها مشكلة منش تفرق معنا في النهاية في حاجة يعني مش فرق جوهار يعني في التوفير في الكهرباء إن أنا عمله بالانس أو عمله هاي performance أوكي اللايسنسنج من هنا دي مانجمينت اللايسنس للهوست دي الفيتشورز اللي إنابلت باي ديفول عشان بعرفين يا جماعة الـ ASXI host أو منتجات الـ VMware يعني تحديداً الـ vCenter الـ vCenter سيرفر والـ ASXI host أول ما بنعمل له إنستوريشن بيكون في الترايل مود لمدة ستين يوم في إفاليواشن مود لمدة ستين يوم فطبعاً فترة حلوة قوي لو أن أنا عايزة أعمل له أتعلم فيه ستين يوم ده جميل أو بعض ما تخلص عادي يعني ما لو تقدرت يعني مش عايزة أقول كلام ما علينا فيش مشكلة يعني اللي ستين يوم يخلصوا واعمل الـ Re-Installation تاني وفي حاجة كويسة بالنسبة للـ ASXI تحديداً فيموير في عندها Free Edition من الـ ASXI بعيد تاني عشان أنا مكام فيديو كده إلا قلت قلنا إنه سعر غالي فإحنا مش قادرين يجيبه عشان سعر غالي أه بس لو حضرتك إذا عندك مثلاً هوست واحد لو عندك 2 هوست لو عندك هوستات في برانشات في فروعك خلاص ممكن تستخدم خلاص ممكن تستخدم الفري اديشن الفري اديشن موجودة انت بس بترجيستر في موقع فيموير وبتطلب فري لايسنس هو بيبقى اسمه V-Sphere ESXI هايبرويزر أو فيموير هايبرويزر فري لايسنس تاخدها وتحطها في السيرفر بيفضل ملكك مدى الحياة بس طبعاً مافيش عليه ساببورت أو تاخد بقى ساببورت من الكميونيتي بقى الفري ساببورت لكن الساببورت الرسمي طبعاً لازم تكون ليسنس بفلوس وتكون طبعاً بتجدد الساببورت لي حين فأنا ممكن أستخدم الفري اديشن منه وأستفيد لو عندي في السيرفر أو 2 خلاص حلو قوي بس فيه لي عيب يعني طبعاً هو فري فهو مميزات إنه فري إن حضرتك دلوقتي قادر يعني تحسن من استهلاك الريسورس اللي عندك في الشركة الشركة عندك طلبة أبليكيشنز زيادة أو سيرفيسز زيادة والشركة نفسها مش في مقدورها إنها تشتري فيزيكال سيرفر ثانية طبعاً يقول لك يا باش ما تتصرف خلاص يبقى السيرفرات اللي موجودة عندنا حالياً هنحولها إلى فييرتشوال كلها هايبروفايزور نعمل إنستوليشن هايبروفايزور عليها ونعمل فوقه فييرتشوال ماشينز نعمل إنستوليشن يعني ندبلوي عليه فييرتشوال ماشينز ونستخدم الفري ادوشن طيب الجوانب السلبية للفري ادوشن حكتين الحاجة الأولينية إنه ما ينفعش يشتعل مع فيي سنتر سيرفر يعني فيي سنتر سيرفر لازم يكون عندي بايد اس اكس آي لازم يكون مشتري لايسنس بفلوس الحاجة الثانية الباكب ما قدرش أعمل باكب بس هكام يعني سمع المعلومة للآخر ما قدرش أعمل باكب للفيرتشوال ماشينز باستخدام باكب سولوشن طيب هل ده على كل الباكب سولوشنز؟ يعني فييم، فيريتاس، ناكيفو، لا فييم أصلا عندها فري ادوشن يعني فييم عندها تايد ادوشن وعندها فري ادوشن يمكن إن هي تكوننكت بفري ادوشن اس اكس آي ولا لا أنا مش متذكرا لكن لنا واصق من إنها بتشتغل مع الاس اكس آي الفري ادوشن الناكيفو اسمه ناكيفو فيه باكب سولوشن اسمه ناكيفو فيه منه فري ادوشن كمان يعني الناكيفو فيه منه فري ادوشن وأقدر أخد باكب من خلاله للاس اكس آي أنا كنت من فترة عملت فيديو واحد كده ادوشن او تعريف بالناكيفو باكب سولوشن موجود في اليوتيوب تشانيل لو تحبوا تأخدوا فكرة عن المنتج نفسه وهو منتج بيزداد قوة يوم بعد يوم الناكيفو وممكن في يوم الايام يعني ينافس فييم بقوة مع ان فييم حتى هزي اللحظة هو في الصدارة يعني أنا رغاي صح؟ مالش؟ مارس اجلب دخوا ايد اوداءات مطافي rip او اي بلاج انس الابديتس نعمل لها اي امبورت نشوف موضوع الابديتس ده بعدين طيب السيرفزز دي سيرفزز اللي على الاوبريتنج سيرفزز زي السيرفزز زي السيرفزز اللي في الويندوز زي السيرفزز زي السيرفزز اللي في الانكس فلو نلاحظ انا هو عندنا ال DCUI هي سيرفز وقدر وقفها وقدر شغالها يعني لو وقفتها ما حطش هيقدر يكونكت بال DCUI دائريكلي في مثلا عايزين نشوف اينا تاني الTSM اللي هي الشل اللي هي الSSH اوكي هي حاليا ستوبت لا معلش تصحيح بس الTSM اللي هو الشل انترفيس او مكتوب اس اكس شل في تحتها الTSM SSH دي اللي هي اللي هو نفس الانترفيس ده بس اللي قدر اتكونكت بي من خلال الSSH خلاص السيرفزز تبه 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 حسنا تبه 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 فعلانات المعلومات ستجعل مرة واحدة بجعل مرة واحدة ستجعل مرة واحدة يعني الهوست لما يعمل reboot تجعل مرة واحدة دعونا نجرب حاجة دي ترمينا الابلكيشن اسمها باتي سنجد بيها عن طريق بروتوكول SSH على الهوست دعونا نجرب 10101.10.100 و الأول مرة بكتبت على الهوست بالSSH طبعا هيطلع لي الهوست هقوله كي قبلها هنا أكتب روت 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 كده أنا عملت لوجين على الهوست وكده أنا مسلاً قادر مونيتور الهوست اي سيرفس اي سيرفس شغال عليه دلاتي بس دي يعني مش ماضع خلا نرجع تاني للانترفيس ندمل طيب عندنا أي كمان عندنا السيكوريتي في هنا طبعا كلام كتير يعني حلاص في حاجة اسمها Acceptance Level لديها علاقة بالبلاجينز أو بالباكيجز اللي بعملها انستوليشن هل يأكسبت اي حاجة ولا يأكسبت حاجات معينة حاجات سرتفايد من VMWare عشان مش اي صفتور يجيبه وعمله انستوليشن ممكن يعمل لي مشكلة اوكي الاثنتيكيشن هنا اوثنتيكيشن بقى الاس اكس اي هوست يقدر ياثنتيكيت هو حاليا الوكال هي الوكال اثنتيكيشن انا اقدر اوثنتيكيشن مع الاكتف دريكتوري اقدر اخلي جوين الدومين انا كنت عامل فيديوز اتنين فيديو يعني مش كتير على موضوع الاثنتيكيشن مع الاكتف دريكتوري يعني ممكن نبقى يعني تشوفوهم في في اليوتيوب تشانل هتلاقوهم موجودين خلاص السرتفكت دي طبعا السلف ساينت سرتفكت لو انا عايز اعمل امبورت بقى السرتفكت احنا مشتريينها اليوزرز استرجاع الكيشن من الوطن كل المخطنك يتقع المخطأ الموجود سانولي يوزيرات تانين خلينا هنا نشوف Virtual Machines طبعا لسه مفيش اي Virtual Machines هنا نقدر نكريت Virtual Machines وهنشوف الكلام ده بعدين طيب بالنسبة للستوريج حاليا احنا في عندنا في عندنا داتا ستور واحد علشان تكونوا عارفين يا شباب بالداتا ستور وهنشوفها بالتفصيل شوية وبعدين ليها File System Format زي ايه كده زي ما مثلا في الويندوز File System Formatting للبارتشن ستاعت الويندوز هو الMTFS فVMware اسمه VMFS ده داتا ستور موجود نشوف هنا فوق احنا عندنا ايه دي الادابتورس دي الستوريج ادابتورس اللي ركبة في السيرفر يعني دي الوكال ادابتورس طبعا لو عندي HPA كارد هنلاقيوا موجودين هنا ايه هو ال HPA كارد لو حريك ما تعرفش ممكن ناخد فكرة عنه في فيديو تاني قدام مع الستوريج خلاص بالنسبة للدفايس دي الستوريج ديفايس اللي ركبة على السيرفر خلينا نزوم كده شوية نديه طبعا ال CD-ROM هو بيعتبرها يعني ستوريج ديفايس طبعا وعندنا 2 ديسك لو تفكروا عندنا 2 هارد ديسك نديه الهارد ديسك الاساسية اللي هي 00 دي 8 جيجا ودي هارد ديسك تاني 50 جيجا كنا اضفناها دي اللي هنعمل انشاء الله عليها اللي virtual machines عليها في الفيديو اللي جاي وهنبقى نعمل creation ل data store عليها نحن طبعا عندنا 3 data store واحد بس اللي هو ال 500 ال 500 ده اللي هو 500 جيجا وده احنا ممكن نمساحها على الفكرة ده احنا نش محتاجين طيب بالنسبة للنتوركينج النتوركينج هيجيلها فيديو مفصل ان شاء الله علشان بس ما ننطلق بعضش يعني ننش الاول virtual machine وبعد كده نعمل the installation of the center server وبعد كده نتناقش بقى بالتفصيل شوي عن ال storage وعن ال networking إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاي طيب دي حاجة اسمها port groups في حاجة اسمها management network ايه هي management network الم management network هي اللي من خلالها انا حاليا بقودير او مواصل بال asxihobl يعني الـ IP Address اللي دخلينا عليه حالياً هو أصلاً في الـ Management Network حسناً نضغط كده عليها وضغط Edit Settings طبعاً تحت دي الـ Topology الـ Network Topology نلاقي إن إحنا عندنا حالياً كرت نتورك واحد طبعاً هو سيرفر فيه 8 كروب بس كرت واحد حالياً اللي يconfigured مع الـ VM Kernel Port يعني الـ VM Kernel Port هنعرف بعدين اللي هي الـ Management Port خلاص دي الـ Management Port واخد الـ IP اهو ووصلة بـ Physical Network Interface ده خلاص طبعاً سرعته باينة هنا سرعته 10 كيجا طيب نرجع تاني لـ Networking في الـ Virtual Machine Network دي بقى الـ Virtual Machines بيوصلوا عليها عشان يوصلوا للعالم الخاريجي مرة بره الـ Host الـ Virtual Machines بيحتوي كل الـ Network اللي في الـ Host يعني الـ Port Group هي مجموعة وكأن الـ Port هنا هي الـ Virtual Port يعني الـ Physical Port اللي في الـ Switch الـ Physical Switch اللي اعرفينه الـ Switch الـ Network هي هي الـ Port دي بس يعني هي هنا بقى الـ Virtual Port فده الـ Port Group ده الـ Group من الـ Portات أوكي الـ Groups الـ Portات دي أو الـ Port Groups بتكون تابعة لـ Virtual Switch حين عندنا هنا الـ Virtual Switch أساسي اللي هو الـ V Switch 0 نعرف تفاصيل أكتر عنهم بعدين الـ Physical Neck دي كروت الـ Network الـ Physical اللي وصله بالـ Server طبعاً نحن عندنا ثمان كروت وأولاً لاحظ بس ده الـ الواصل والبقائين لسه طبعاً مش معمول عليهم أي الـ Configurations سنشوفه بعدين طيب الـ VM Kernel Ports الـ VM Kernel Ports اللي هي الـ Management Ports وليها يعني وظيف أخرى نتعرف عليها لما نوصل لـ Network TCP TCP IP Stacking هنا ممكن من هنا أنا أغير هنا بقى الـ DNS Settings والـ Host Name أقدر غير الـ Host Name ودين الـ Settings للـ Server أقدر طبعاً نزبط الـ Network Settings من هنا أو أقدر نزبطها من الـ DCUI كما رأينا قبل الـ Firewall rules دي Local Firewall داخل الـ Host دي البرتات الأساسية للـ Host بيستخدمها أقدر أننا enable و disable هناك حاجات بـ Default Enabled و هناك حاجات بـ Default Disabled و هناك حاجات بـ Default Disabled و أنا أعمل لها Enabling بـ EDI طيب لو رجعنا مثلاً أغير الـ IP منين مثلاً أغير الـ IP من الـ DCUI و الأحسن أغير من الـ DCUI هل أقدر أغيره من هنا؟ أه طبعاً أقدر أغيره من هنا أقدر أغيره من الـ Port Group أو أقدر أغيره من الـ VM Kern يعني أنا أعيز في الآخر أن أنا أوصل من هنا أولاً الأدقة يعني من الـ VM Kern الـ Port هي دي الـ Management Port بعمل Selection مش هدوس كليك هنا لأن طبعاً أدوس كليك على الـ Hyperlink دي هتودينا على الـ Management Port Group ده مش ده اللي أنا أعيزه أنا أعيز الـ VM Nick بعمل الـ VM Kernel Adaptor ده خلاص هدوس Edit عليه مثلاً ذا VMK اللي هو الإختصار VM Kernel Adaptorين VMK 0 أوكي هنا عندنا تلاقي الـ IP V4 وهذه الـ IP فقدر أغيره تماماً أوكي أوكي كده خلاص احنا خلصنا الفيديو ده ان شاء الله الفيديو اللي جاي هناخد فكرة عن الـ Virtual Machines والملفات اللي بتتكون منها ما هي الـ Virtual Machines بقت عبارة عن ملفات ثلاثة فولدر ومجموعة فايلات أوكي وحننشئ Virtual Machines وناخد فكرة عن الـ Configuration بشكل سريع خاص بيها شكر لإستماعكم ودي الـ Contact Information بتاعتي وأقول زي باقي الناس فعلاً لو عجبك الفيديو يريد تعمل شير للشانيل كلها علشان يعني إن شاء الله المعلومات توصل أكبر قدر من الناس ممكن تكون محتاجاها يعني أنا شخصياً أنا تعلمت من الـ Community من الـ IT Community يعني أنا في ناس علموني ولازلت طبعاً مما لا شك فيه بتعلم يعني أنا لسه صغير برضو في المجال وأفضل طول عمره أتعلم وكلنا طبعاً هنفضل بتعلم بس أنا ياما ناس ساعدوني ولحد الالتالي ناس بتساعدني وهيفضلوا يساعدوني إن شاء الله فأنا كمان لإني ممتن حقيقةً يعني المجال وأهل المجال وإن إحنا كلنا يعني إحنا في الآخر محتاجين نساعد بعض ففعلاً كل اللي عنده معلومة حتى لو معلومة بسيطة جداً ممكن إنه يتنظره ويتكون هي معلومة تفها يعني يا ريت ينشرها هيكون فيه حد تاني فعلاً يعني دايخ وعنده مشكلة ومش قادر يحلها أو بيحاول يتعلم حاجة ومش عارف يتعلمها ومحتاج أي حد يعني يساعده ففعلاً كل اللي عنده معلومة يا ريت ينشرها علشان كل يعني الكل يستفيد إن شاء الله ونشوفكم على خير في الفيديو جاي إن شاء الله شكراً مع السلامة